اشتركوا في القناة ما بين برجين اليوم رح يكون موجود بالقوس فترة الظاهرة رح ينتقل لبرج الجدي القمر اليوم موجود في منزلة البلدة الان وهي منزلة للثبات والربح والسلامة رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 11 و34 دقيقة ظهرا اللي هو موعد انتقال القمر لبرج الجدي بتوقيت جرينيش طبعا اذا بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 2 ونص تقريبا 22 و34 دقيقة بعد الظهر بنتقل القمر بصير في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص وبرضو للحرية بما ان القمر موجود في القوس لغاية ساعة الظاهرة زي ما حكينا فبظل هيكي الفرح او نوع من انواع المرح هيكي شوي بيكون طاغي علينا اكثر طريقة تفكيرنا حبنا للمزاح او تغيير الجو الترفيه ممكن شوي البعض يهتم في امور الحلاقة بالدراسة او النقاشات الدينية الفلسفية او شغلات الها علاقة بالترحال بالسفر بالرياضة بالمغامرة بوسعنا بهاي الفترة استغلال الفرص لاقتراض المال او دراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواي ما ممكن تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية عنا مجموعة زوايا اليوم ما قبل خلو المسار وما بعد خلو المسار ولكن في زاوية رح نشرح عنها اللي هي زاوية التقابل ما بين الشمس ونبتن هاي بدها شوي تركيز بعد هاي زاوية اللي رح نحكيها الزاوية اللي رح تصير اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابي رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة و37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني اربعة ونص او خمسة الا ثلث بتوقيت الاردن بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اي زاوية ايجابية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا نقدر نحكي سبع ايام اسبوع لها وهي رح تأثر تقريبا كمان اسبوع اليوم اوجها هي الزاوية هي زاوية التقاوب السلبية رح تكون بين الشمس وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة التسعة وعشرين دقيقة صباحا يعني بتوقيت جرينيتشاب حكينا بدك تعملها بتوقيت الاردن بتزيد عليها اللي هي ثلاث ساعات يعني ساعة اتناعش وعشرين دقيقة يعني ظهرا هاي الزاوية بتجعل البعض يعيشوا في اوهام هاي الاوهام بتيجي من نسج خيالهم يعني بيحللوا وبيخططوا وبيقرروا والاشي مش مزبوط فهو وهم بوسواس بيعيشوا بمرض بيعيشوا بالاوهام على انواعها فعشان هيك بيكون الاشي هذا من نسج خيالهم بعيد عن الواقع تماما ممكن يميل البعض لحل مشاكله باللجوء يا للكحول يا للأدوية المخدرة او المسكنات في بعض الاشخاص بيتعرضوا لوعكات صحية هاي الوعكات بتيجي غامضة يعني ما لها تفسير علمي فجأة بشعر انو حاله تعبان فجأة هو بطيب من هذا المرض فجأة بيكون ممتاز فجأة بتعب ايش المرض هاد هو ما بعرف هاي برضو هاي زاوية لها دور في هذا الامور على المستوى الدولي بتدل هاي زاوية على عدم الاستقرار على المستوى السياسي وخصوصا في امور لها علاقة بالحكومة رغم انو هاي الزاوية يعني بتخف وطقتها مع الايام القادمة لانو الشمس بتشكل زاويتين تثليث واحدة مع اورانوس واحدة مع بلوتو هي لو ما في زاويتين هذولا كان قوتها اجت اعلى فعشان تأثيرها بيجي على قلة من الناس فعشان هاي بتأثر على مستوى السياسي والحكومة من القطاع البحري تحديدا ايش العلاقة بالامور السائلة بالسفن بالبواخر بالنفط امور الغاز ممكن يصير فيه تسمم ارتفاع في اسعار النفط بشكل سريع ولكن ما اعتقد انو رح يكون فارق كبير في الفترة هاي زي ما حكينا عشان الزوايا اه فممكن يصير فيه اشي له علاقة يعني بالقطاع البحري بالسفن بالبواخر غرق اه تسريب اه اعتراض اه شغلات من هذا النوع لانه فيه علامة استفهام على موضوع البحر والسوائل النفط البواخر فهاي بتصير عليها لفة الانتباه بخلال الفترة القادمة بعض الدول ممكن يصير فيها بعض الظواهر البحرية زي فيضنات او طفان ولكن مش بالشكل الخطر يعني ولكن انو فيه تأثيرات مناخية على هاي النقطة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد هاي الزاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا او ممكن شوي هيك اللي بكونوا محبطين عاطفيا انهم يثوروا ثورة عارمة من الغضب عشان هيك بدكوا تنتبهوا من الانفعالات بالفترة القادمة وخصوصا انه برضو المريخ انه في مراحل انتقال فعشان هيك يسلبيته اللي ها تأثيرات مع الزاوية مع القمر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا يعني انه لساعة حدعش صباحا بتوقيت الاردن بدنا نزيد عليه زي ما حكينا ثلاث ساعات يعني الساعة ثنتين بعد الظهر بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 33 دقيقة بتوقيت جرينيش يعني 11 ونص ومنزيد عليه ثلاث ساعات يعني لغاية الساعة ثلاثة تقريبا مع عش واحدة ثنتين أنا صرت خربط حتى لما أحسب لحسابها فساعة ثنتين ونص بنتهي خلو المسار دائما خلو المسار هو أمر سلبي زي ما دائما بنحكي لما القمر بنهي آخر زاوية اتصال لإله بعدها بيصير في فترة خلو المسار اللي هي الانتقال هاي لا يبلش يشكل أول زوايا لإله بنتهي خلو المسار خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة أو مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك جميع الموليد أو جميع الأبراج بدون استثناء الساعة 11.33 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني فنتين ونص بتوقيت الأردن القمر بيصير موجود في برج الجدي تأثير القمر بيصير على جميع الأبراج أنه في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عمل تأمين لا سيارة أو لا أمور إلها علاقة بالصحة أو حتى ترخيص شيء من تهي ترخيصه الفترة هاي منتازة في زاوية وحيدة رح تصير بعد خلو المسار ما ينتهي هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للقمر بما أنه في برج الجدي فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 16-9 بيبدأ في تمام الساعة 5 و39 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و22 دقيقة بعد الظهر لينتقل القمر بعدها لبرج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدد 8 أيام في تمام الساعة 11 و12 دقيقة صباحا بيصير 9 أيام نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 منتحسة بنسبة 30% طبعا هي منتحسة كانت 50% يوم أمس ليش نزلت لـ 30% رغم أنها بتعمل زاوية تقابل مع نبتون لأنه زي ما حكينا بالشكل زاويتين تثليث وحدة مع بلوت وواحدة مع أورانوس منفصلات إلا هاي نزلت من نحوسة الشمس القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يظل في الجديل يوم 16-9 منتحس بنسبة 15% لغاية ساعات الظهر أو تقريبا الظهر بتوقيت الأردن بعدها بيصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 سعيد بنسبة 45% الظهرة في العقرب حتى يوم 17-10 منتحسة بنسبة 10% ولسه انتحاستها رح تزيد شوي لأنه رح تشكل زاوية تقابل وزوايا تربيع المريغ في العذراء حتى يوم 15-9 منتحسة بنسبة 15% لأنها بلشت تشكل زوايا إيجابية وتطلع من الزوايا السلبية ولكن انتحاستها لأنه فترة انتقال وحكينا أنه في فترة الانتقال تشتد أعمال العنف وبصير في إشي العلاقة بالنيران أو التفجيرات وبرضو وطيرة التهديد العسكري بتصير في هاي الفترة مظاهرات أو مشادات أو حتى عنف بأنواعه لأنه 15-9 يعني بكرة المريخ بدها تنتقل وبعدها الأمور بترجع بتهدى بعد 5 أيام المشتري في الدلوب يتراجح حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانس في الثور بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة بتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم يخرج في رحلة أو يروج لعمل ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون فيه نوع من أنواع النجاح والحظ على مستوى حياتك العاطفية والعائلية طبعا هذا الحكي رح يستمر لغاية ساعات الظهر تقريبا اللي هي فترة انتقال القمر للجدي بعدين بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شي انك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعم أهم شي انك بدك تكون منظم ممكن تضغط عليك المسئوليات أو تواجه أمر صعب ومعقد حاول انك تلتزم بمسئولياتك الفترة إذا التزمت بالمصائح فهي فترة واعدة برضو لا تنسوا تهتموا بصحتكم برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع يعني أهم شي انك تخففوا من النفقات المتصاعدة بالفترة هاي نظموا أموركم المالية وحاولوا انك تسارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك انك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما في ساعات الظهر بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر أو في مجال السفر الدراسة والاتصالات بصير ممكن في عند بعضكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا حسب حقل اختصاصكم طبعا ورح تفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شي انك تتحرك على مختلف الأصاعدة لأنها هاي فترة إيجابية داعملة لإلك ممكن تتحقق من خلالها كثير من المكاسب برج الجوزة طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم يعني ما زال الخمر موجود مقابلت لغاية ساعات الظهر فعشان هيك ممكن تعززوا الشراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة هاي الفترة شوي سلبيتها أنها بتكون ضاغطة لأن طاقتك بتكون نازلة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات مع ساعات الظهر طبعا القمر رح يتحرك ويصير في بيتك الثامن عشان هيك بتخف الضغوط عليك شوي بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنك تدخلوا تعديل على نمط حياتكم عشان تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك ممكن يطمئن بالك وتفرح للتطور في مسألة ما تصير فيها انفراج معين فهاي فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة اللي كان صعب أنك تحقق من خلالها بعض المكاسب أو تعطلت أو تأجلت كرر المحاولة في ساعات ما بعد الظهر إن شاء الله بتصير لصالحك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم طيلة اليوم لأنه أساساً القمر موجود في البيت السادس دينتقل للبيت السابع مقابلك تماماً فعشان هيك بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك بدك تحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول أنك ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية وخصوصاً لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامك حول تعزيز شركاتكم بدكوا تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا كلام وما توجه ملاحظات لأنه خصمك بالفترة هاي بيكون قوي وما بيرحم فبتحملك هاي الفترة أيام فيها نوع من أنواع الإرتباط هي مهمة أهم شيء أنك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء العاطفية موجودة ولسه والحضوض موجودة فما بيتخلى الحظ عنكم مالياً وعاطفياً بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح بعض الأخطاء أما في ساعات ما بعد الظهر طبعاً هنا بتدخلوا على فترة العمل فبيتراك من العمل عندكم أهم شيء أنك ما تهملوا صحتكم وحاذروا من بعض التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن شوي تشعر بنوع من أنواع التوتر فعشان هيك استغل فترة من الآن لساعة الظهر لإنجاز كل الأمور المهمة قبل ما تنشغل في الأمور العملية برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم برضو نفس الشيء ضغط موجود على مستوى البيت والعائلة ورغم أنه ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة في مسألة ما ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تضطر أو تظهر مشاكل شخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر تقريبا أو ما بعد الظهر الأجواء راح تختلف تماما فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك ممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا القصيرة مثل الأيام الماضية بيكون عندكم نشاط وحيوية وقدرة على الاتصالات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار اليوم بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أو دورة معينة لتأهيل قدراتك طبعا هذا كله لساعات الظهر تقريبا بعد الظهر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن ببساطة أنها تثير اضطرابك وامتعاضك أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك ما تهمل عائلتك يعني بمعنى آخر لازم يكون فيه اهتمام عائلي واضح برج الحقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تكونوا حذرين من النفقات بدكوا تمتعنوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتموا اليوم بتوظيف أموالكم ولكن بدك تكون عاقل بصرف الأموال يعني ما بدون تبذير وفي نفس اللحظة بدك تنتبه من النصابين والمحتالين بالفترة هاي ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما في ساعات الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة يعني مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إشي أنك تتحرك لأنه عندك بعض النشاط اليوم ممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة يعني النشاط عالي جداً بيصير من ساعات ما بعد الظهر ممكن تكون إلك كثير من الأشياء اللي تتحقق فيه برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد أيام كان فيها مراوحة وركود وتأخيرات عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور لأنه اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر إذا تحرك أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهم إشي أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً أهم إشي أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن الفترة هاي يعني تقريباً بلشت مراحل اللي هي المصلحة أو مصلحتك هي اللي بتمشي فيها فعشان هيك حاول أنك تستغل كل الفرص قبل ما نصل لمراحل أن القمر يصير بالمواجهة برج الجدي طبعاً لازم تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ما لازم تبالغوا اليوم في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تهدأ وطيرتك لحد الركود وتلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو نفسي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر لأنه هاي الفترة حكينا فترة سلبية لوجود القمر إنه بالقوس ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها ما قبل ساعات الظهر أما من ساعات الظهر طبعاً الأجواء بتبلش تتغير هي من ساعات الصباح الظهيرة بعد الظهيرة فبصير في عندكم نشاط حالي جداً بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق للفترة هاي ممكن تسمع خبر سار يعيد لك حيويتك وثقتك بنفسك أكثر برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن أشخاص يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن يعني هيك تعزز شعبيتك اليوم تحصد أرباح وممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر راح تشوف أنه الأجواء صارت اتعاكسك بطلت تمشي معك مثل ما بدك لأنه بصراحة أو بوضوح القمر راح يوصل للجدي اللي حذرنا منه بالأيام الماضية فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم إشي أنك تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة بدك تحاذر الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك بالفترة هاي برج الحود طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم إشي أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات الظهر ابتلتقوا الأصدقاء ممكن تحاول تصحيح العلاقات المتردية أهم إشي أنك ما تبقى وحيد هاي فترة نشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر رح تكثر عندك الاتصالات والموعيد وممكن تسمع أخبار تصر بالك إلك أو لأحد الأحبة أهم إشي أنك تتحرك باتجاه علاقاتك الاجتماعية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر